أخر جملة قالها مبارك قبل وفاته وبعدها وصل الرئيس السيسي بوصية خطيرة جداً وبتتحقق دلوقتي ده أهم فيديو ممكن تشوفه في حياتك وهيوضح لك حاجات كانت غيب عننا كلنا كمل الفيديو وما تنساش تشارك برأيك مبارك قبل ميموت بتلات سنين طلب يشوف الرئيس السيسي وقال له خلي بالك من سينة محدش هيعرف يقفلهم زيك هيحاولوا يهجرهم لسينة وده لو حصل مصر هتبقى ضاعت وقضيتنا كلها ضاعت والموضوع وصل لمبارك بشكل مباشر من نتينياهو في شهر يوليو 2010 قبل ما تحصل أحداث يناير بست شهور تقريباً لما كان مبارك قاعد مع نتينياهو رئيس وزراءهم عشان يوصلوا لحل ويقنعوا أن تصعيد أزمة أهلنا طبعاً أنتوا فاهمين أصدمين بأهلنا بس وصلنا لدرجة أن نسموهم بيعمل مشاكل وأنه لازم يوقف كل أعمال اللي بيعملوها تجاههم وفي أسرع وقت وقتها أم نتينياهو جاب خريطة الوطن العربي من مكتبه وهو مبتسم وبصل مبارك وقال له الموضوع كله في إيدك أنت عندك أردي سينة فضية ما تاخد سكان القطاع عندك لحد ما الدنيا تهدى ونوصل الاتفاق وبعدين نرجعهم مبارك وقتها دحك وقال أنت بتهذر نتينياهو تكلم بنبرة جدة وقال له لا وهنا مبارك أم وقف وقال له بصوت عالي ده مستحيل يحصل ما فيش حد هيستوطن سينة ولا هيدخلها وهم هيفضليهم أرضهم ووجودهم في دولتهم وقافل معاه الحوار نهائي ولو فكر أن مخططهم ده من 2010 بس أحب أقولك فايتك كتير جدا تعال اسمع بقى الكلمتين الجايين دول السفير أحمد أبو الغيت بيحكي في كتابه شاهد على الحرب والسلام أن في 2008 كان في حصار على أهل غزة ووقتها اضطروا يتحركوا من غزة ويدخلوا سينة بعد ما فرض عليهم البعدة أنهم يسيبوا أرضهم فما كانش قدامهم غير أنهم يهدوا الجدار الحدودي العازل بين الدولتين ويدخلوا منه اتصل وقتها مبارك بابو الغيت وسألوا عن الأوضاع في سينة فقال له بو الغيت أن في حوالي 300 ألف شخص عبر الحدود النهاردة ودخل سينة مبارك قال له إيه؟ بتقول كم؟ المعلومات اللي وصلة لي أنهم 30 ألف بس إزاي يعني كل العدد دا يتخل سينة؟ فبو الغيت قال له أن العدد دا موجود في التقارير الرسمية اللي وصلت له وأكد له أن فعلا دخل 300 ألف وقتها مبارك رغم أنه كان شايت ومش شايف قدامه بس ميسك أعصابه وقال لي شوف اللي هيحصل عشان يتكلم بعد ما الصورة تكون واضحة وتاني يوم لما مبارك سألوا نفس السؤال كان رد أبو الغيت أن النهاردة دخل 700 ألف سينة مبارك وقتها أول ما سمع الرقم اتعصب بشكل مش طبيعي وكانت دي أول مرة يتعصب على أحمد أبو الغيت ويتكلم معاه بالشكل ده قال له دا كده القطاع كله دخل مصر أمال من هناك؟ كله اللي سيادة أرض مصري يا أحمد وكله اللي سينة على طول مبارك أفل معاه عشان يتكلم المشير طنطوي ويؤمره ياخد موقف في الموضوع ده لكن من غير ما ولا شخص واحد يحصله ضرر وده اللي وضحه سامي عنين في حواره مع جريدة الوطن لما قال إن المشير طنطوي يكلمه وقاله يفضي سينة لأن ما فيش حد هيستوطنها وأكد عليه برضو إن ما حدش من إخواتنا الفلسطينيين يتعرض لأزا وبالفعل قدرت القوات المسلحة تخرج الفلسطينيين من غير ما حد يتئذي عشان يفشل نتنياهو في تحقيق مخططه بعد أحداث يناير بقى ووقت ما كان المشير الطنطوي قائد المجلس العسكري وماسك السلطة جد له مكلمة من الأمن الوطني بتقوله إن حازم صلاحة بوسماعيل بيدعو لمظاهرات في العباسية بس دي مجرد خطة يلهي بها الحكومة عشان يهجم على وزارة الدفاع ويدخلها بالعافية وحتى دي مش المشكلة المشكلة إن اللي ما يتسموش هيدخلوا الحدود المصرية ويعملوا شريط حدودي على بعد 10 كم وبكده يكونوا احتلوا ل10 كم دول جوه سينة ووحدة واحدة هياخدوا الأرض بالتدريج وحجتهم هتكون إن وزارة الدفاع وقعت فلازم يأمنوا حدودهم معانا خصوصا إن كده ما بقاش في قائد عسكري ولا وزارة الدفاع أول ما المشير سمع الكلام ده طلع جاري على سينة بحجة إنه هيفتح مصنع أسمنت لكن الحقيقة إنه كان بيتابع الموقف هناك خطوة بخطوة وخلى الجيش كله واقف عند الحدود ده غير طبعا إنه أحبط مظاهرات العباسية وكمنزود النطاق الأمني على وزارة الدفاع والدنيا عدت زي الفل بسبب قوة الأمن الوطني والمخابرات المصرية نيجي بقى لفترة حكم مرسي حكى الرئيس الفلسطينية بومازن إنه كان في جلسة مع محمد مرسي بعدما كان مرسي قاعد مع رئيس وزراء الكيان ووقتها مرسي قال كلمتين لأبو مازن خلوا دماغوا تجيبوا تودي مرسي سأل وقتها عن عدد سكان قطاع غزة فأبو مازن قال له من مليون لمليون ونص فمرسي قال له طب يا دوبك على شبرة وضحك بعدها قال له ما تجيبهم يقعدوا في سينة وقالها كده بشكل صريح أبو مازن قال له مستحيل المصريين يوافقوا وبرضو مستحيل الفلسطينيين يسيبوا أرضه وقفل مع الموضوع بشكل قاطع ورحمة غير الحوار في نفس الوقت وصلت معلومات لوزارة الدفاع اللي كان ما سيكها السيسي بتقول إن في ناس من فلسطين ومن الكيان المحتل بيدخلوا سينة كتير الفترة دي وبيحاولوا يشتروا أراضي فيها فقرر وقتها المجلس العسكري ينزل بيان بمنع امتلاك أراضي سينة لغير المصريين والموضوع عمل ضجة كبيرة وقتها لكن السيسي عقد جالسة مع شيوخ قبائل سينة وفهمهم الواضع عشان كل الشيوخ توفقوا على قراره ويمنعوا البيع فعلا ومبارك بنفسه قبل ما يموت بثلاث شهور كان في مكالمة التلفزيون وحذر السيسي بشكل واضح إن مخططهم هو تهجير أهالينا لسينة وقالها بالحرف خلي بالك من سينة أظن دلوقتي فهمت سينة إيه بالنسبة لهم لكن الرئيس السيسي وقف وقصة أبهارة الشعب المصري كله والشعب كله أجمع إن ما فيش حد يقدر يتصدر لهم إلى الرئيس السيسي وطلع عند حصن ظن الشعب وفعا إذا ما كل الدول بتتمنى رضاهم طلع السيسي وقالها سينة خطة أحمر واللي عاوز يقرب هيشوف